تبون شنغريحة أو نبدأوا بشنغريحة لأنه هو الأكبر في الحقيقة شنغريحة الأكبر سلطة يعني شنغريحة تبون ومن بعده يجي قوجيل كانوا يصلوا على كراسة أي صلي الإنسان على كرسي يصلي لما الإنسان يكبر ويتعب أو يكون مريض أو يصلي على الكرسي هذا مشروع في الدين لكن هذو المفروض رام حكام البلاد المفروض أنهم يكونوا في وضع صحي معقول مقبول لكن هنا ثبت بأنهم صلوا على الكراسة كيلي ما يقدرش يسجد كيلي ما يقدرش يركع كيلي ما يقدر لا يسجد لا يركع وإذا كانت الناس تعرف حال تبون وحال تبون وحال تبون وحال تبون ومعروفة لأنه عمره 93 سنة الآن فإن شنغريحة بان الضعف الصحي نتعو كان في كرسي طبعا مرة أخرى أيضا شنغريحة كيلي ما يقولوا برك ما يصليش كيلي شهادات يقولوا لا يؤمن بالله نوضعها أيضا جانبا باش ما ندخلوش في نقاش جانبي لكن الخطورة أنت عنده لا يؤمن بالله عندها سياسات ويأخذ سياسات ويتخذ قرارات كارثية يعني لكن ما عليش جاه وهنا وظهر في الصلاة لا يعقل أن تكون قائدا للجيش وأنت لا تستطيع لا تركع أو ربما تستطيع لا تسجد يعني حركة بسيطة جدا ركوع السجود هو حركات بسيطة يعني لا يمكن لكن عندما يكون عمرك 79 سنة فإن هذا طبيعي لمش طبيعي أن يكون قائد الجيش مريض عمره 79 سنة ومع ذلك هو أكبر جنرال يقود الجيش مش فقط يقود الجيش لأن الجنرال لا تمول يحكم في البلاد من الخلف فهو يقود البلاد هذه الكارثة أن تكون كبير وتصلي على كرسي عادي أن تكون مريض وتصلي على كرسي عادي لكن أن تكون قائدا للجيش وفي أوضاع يعني تهديدات كاينة حقيقية تهديدات إقليمية حقيقية تقودها الإمارات وإلى حد ما أصحابهم الروس واضطرابات عالمية حروب على المستوى العالم حربين كبيرتين أوكرانيا والروس وغزة وفي اثنين يعنوننا هذا اللي مش منطقي ومش معقول ومش مقبول ترجمة نانسي قنقر